أم عليكم عليكم السلام حياك الله تفضل جونك شيخ نشخبارك الحمد لله حياك الله اسمك؟ والله الله يسمى المكان اسمي علي علي عمرك؟ نعم علي عمري 23 23 متزوج ولا لسه؟ نعم متزوج وأشتغل بتيك تيك والله يعينك يا رب عندك أولاد؟ الله يسمى ما مزوج شيف حياك حياك الله حياك الله علي دفنا الشيخ منسوق بلي إن شاء الله حياك الله يرزقك الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين يا علي حياك الله يحفظك الله علي علي انت شيعي من العراق نعم حياك الله يا علي تفضل يا علي الله يحفظك والله أنا صراحة عندي سؤاليا وعندي مثل ما نقول الاعتذار فضل يعني هات أسئلتك؟ اعتذر من خلال قناتك للأخ وليد اسماعيل منتاز يعني ذاك اليوم أنا صراحة صراحة أسبوع واحد أتابع قناتك أتشرف بك يا علي الله يحفظك فقط هذا الأسبوع يعني صراحة تبين لي كل شيء الحمد لله يشهد الله على كلام يشهد الله على كلام ما شاء الله الله يسعيدك يا علي اتصالت قبل أسبوع على الشيخ وليد اسماعيل ويعني شذبت على صراحة وقيت له أريد أن أتشيع وما لا أشابه وقال قول معي مثلا اللهم العن فلان بدون ذكر اسماعي وأني استغفر الله طعمت بالصحابة إن شاء الله الله يتوب عليك إن تبت توبة النصوح يا علي بإذن الله تفضل هات أسئلتك إن شاء الله وأسمع أسئلتك يا علي والله الشيخ سؤالي أولا أنه هل نحن مسيرون أم مخيرون من قبل الله تعالى عز وجل طيب نحن الاثنين يا علي مسير وفي نفس الوقت مخير إزاي يا علي الله سبحانه وتعالى يقول فهديناه النجدين يعني إيه فهديناه النجدين يا علي أي الطريقين طريق الصلاح وطريق الرشاد بمعنى يا علي أنا الآن أنا الآن أمامي طريقين طريق أسفلت فيه نار وطريق أسفلت ولكن هذا الطريق مستقيم وبه دوء وزين وما فيه مطبات أنا لو عاقل أمشي في أي طريقين أكيد الطريق الطريق مستقيم نعم نعم طيب لو مشيت في الطريق اللي فيه نار ونيران إلا هيحدث لي ولسيارتي هتشتعل صح؟ إلى الهاوي أكيد صح طيب يبقى مين اللي تسبب في موتي أنا صح؟ أنا صح صح مفيرون نعم نعم هنا نحن مخيرون أكيد لا إذن الإنسان هنا مخير أنت مخير في هذا إنك تختار طريقك يا علي تختار ما أنا عارف أن أنا لو فعلت هذه المعصية هدخل للنر في الأخ لا يبقى أنا أحاول أن أتوقف عن هذه المعصية وأيضا جزاك الله وإياك يا حبيب جزاك الله خير لكن توضحت لي هذه النقطة لكن عندي سؤال فعلا تفضل يعني ما يكون مشكلة أنه رب العالمين عز وجل من خلق النبي محمد والإمام علي والإمام الحسين وما إلى آخر هو يعرف أن نهايتهم هكذا تكون صح أم لا لا ولكن الله سبحانه وتعالى سبق نهايتهم في القتل أم في ماذا لا يعرف أن نهايتهم رح ينقتلون ونهايتهم أن هذا الشخص سقتلهم لأن الله يعلم من غير بس يا علي كل مولود يولد الله قتب له أجل وعمل ورزقه وهل هو من أهل الجنة أو من أهل النار نعم هذا اللي أقصده والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار وفيما لا يعني الأحاديس عندنا كثير آني آني سؤال يا شيخ أنه مثال مثال بسيط أنه قاتل الإمام علي عليه السلام ابن ملجم لعنة الله عليه هو في النار هاي نقطة منتين منها نعم يعني إذا رب العالمين يعلم الإمام علي هذا الشخص رح يقتله وهذا الشي مكتوب له ليش رب العالمين سوى جنة أو سوى نار يعني استغفر الله هل البشر حق التجارب للجنة أو النار لا ليس حفل تجارب لأنه يعلم أنت لسه أي من الأول هن يعلم فكيف يكون حفل تجارب أنا أقول لك يا علي أنا أوضح لك يا علي أكثر هل نحن نعمل باختيارنا ولا إجبارا يعني أنا دلوقتي هل أحد يجبرك الآن أن تتصل برامي عيسى أم أنك اخترت ذلك لا 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 اختيارك أنا واهتقاني بس اختيارك وقناعتك فإحنا بنعمل باختيارنا عمل مطابق لما قتبه الله علينا بعلمه في السابق أعدها لك تاني علي نعم نعم نحن نعمل لا لا باختيارنا عمل مطابق لما كتبه الله علينا في علم السابق والله سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدة يعني أنت بتدرسي علي ولا خلصت دراسة لا 23 سنة خلصت درست قبل كده علي لا أنا الصراحة ثالث متواصل تركت يعني سبب ظروف العائلة طيب يا علي قبل سلس متواصل وأنت في الابتدائية أو في الإعدادية مثلا هل كنت ما تيجي نعم ينفع تقول لا أنا هنام النهاردة ومش رايح لاختبار أو الامتحان لإني مكتوبة هنجح ولا هسرى ولا هرسم لا لا يا شيخ يبقى احنا نعمل باختيارنا والله سبحانه وتعالى يقدر لنا نعمل باختيارنا ونطبق ما كتبه الله علي كده أنا أجبتك يا علي هات سؤالك الثالث أكيد أكيد يا أحمد الله عددك يا شيخ وما قصري سؤال الثاني علي يعني مثل المنجول علي بالله عليك يا علي أوع تشتم زي ما شتمت مع ولي لا لا يشهد الله يشهد الله أني متندم وأسر الله يشهد الله وبسببك شيخ رامي يشهد الله أني صالي أسبوع ما نايم ما نايم يا شيخ لأن أني صراحة أنا متحير هسا متحير أروح أنت سمعت علي سمعت اتصالاتي على علماء الشيعي علي والله العظيم والله العظيم أشهد مقاطعك وبكل فخر صراحة شفت يا علي هؤلاء المعممين اللي دمروا العراق يا علي شف يا علي أنت بتقول أنت بس خليني يا شيخ رامي بس مرخصتك أقاطعك بالخير إن شاء الله بس خليني أنا أوضح لك فكرة يعني عن الشيع المعممين فضل والله العظيم يا شيخ والله العظيم كل اللي اتصالت عليهم يعني ذولا ما يمثلون الشيعة وعلماء الشيعة والله العظيم يعني أنا أحتي لك بمنطقة أنا ساكن في كربلاء يعني موجود بمحافظة كربلاء يعني ولا زغرين بك ولا استنقاص بك لكن عدنا علماء ومناظرين والله عدهم أفضلية يعني ما أقدر أوصفها أو عدهم فقه وفهم وبلاغة ما ألها نهاية استغفر الله يعني على الكلمة يا شيخ يعني اللي اتصالت عليهم ما أستنقص منك يشهد الله على كلامي لكن دولا يعني أشباه أشباه المعممين أشباه قراء القرآن أشباه طيب يعني هات سؤالك الأخير يعني هات سؤالك يا حبي يعني السؤال هو مو سؤال وإنما نصيحة منك يعني أو إثبات يعني نصيحة يعني نصيحة لك يعني أنا أنا هستم متحير يعني والله العظيم ما نعلم هات سؤال أسبوع صادق يعني بس يا علي نصيحتي لك يا علي أنك تتبع القرآن الكريم أنا أعرف أنت سائق تكتك قد يكون قراءتك أو انشغالك لكن شوف يا علي القرآن الكريم نحن فتحنا وقرأنا القرآن الكريم ما وجدنا لا إمامة ولا عصمة ولا رجعة ولا خمس المكاسب ولا طقية ولا متعة ولا أي شيء يا علي فأنا نصيحتي أن تقرأ القرآن مرة أخرى وأنك تعدي التفكير مرة أخرى يا علي لا يا شيخ بس سؤال أخير يعني تفضل طولت عليك أنا أعذرني تفضل تفضل أنا بديت أقرأ القرآن يعني من تابعت قناتك صراحة تفضل من تابعت قناتك تقريبا صار لعشر تيام بديت أقرأ القرآن لكن ما يعني ما أعرف أفسر القرآن بسورة صحيحة يعني هذا حرام لا مش حرام بصي علي في كتاب أمامي دائما اسمه المختصر من التفسير أتمنى أنك تحمله والشيع يحمله أهو اسمه المختصر المختصر في تفسير القرآن ده كتاب سهل مبسط في تفسير القرآن سهل وإن شاء الله يا علي وأنت بتتكلم معي الآن أنا بعدت لك رقم خاص إن شاء الله بإذن الله يا علي هتتواصل معي عليه وإن شاء الله أستمع إليك يا علي وأسأل أن يهديك وإن يأخذ بيدك إلى الحق